موسيقى مشاهدين الكرام صلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته من تليميسون جيبوتي وحييكم وقدموا لحضراتكم نشرة الأخبار ونبدأ هذه النشرة بأهم العنوانين رئيس الجمهورية يستقبل في قصر رئاسي وزيرة الدفاع الإثيوبيا ودوليا ملدى تسمح بالدخول 49 مهاجرا كانوا عالقين في البحر المتوسط من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها بسم الله الرحمن الرحيم استقبل فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمرقيل صباح اليوم وفي قصر الرئاسي وزيرة الدفاع الإثيوبيا الجديدة سيدة عيشة محمد مصر وتسلم منها رسالة شفهية من رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد فيها مجددا رقبة بلاده في تعسيس العلاقات وشراكة المتميسة بين البلدين وتدرقت المناقشات رئيس الجمهورية مع وزيرة الدفاع الإثيوبيا الجديدة حول التقدم المحرسة فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بين البلدين والتي لا تسال في القيد الإنشاء وتجدر إشارة إلى نجيبتي وإثيوبيا تربطهما شراكة استراتيجية تقوم على مبدأ النجاح المشترك وتنعكس على كافة المجالات التنموية كما استعرض لجانبين خلال هذا اللقاء حول المشكلات الرئيسية التي تشهدها المنطقة وحضر في هذا اللقاء وزير الدفاع المكلب بالعلاقات مع البرلمان ووزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس الهيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الجيبوتية ورئيس الأمن القومي إضافة الكائم بأعمال سفارة الإثيوبيا في جيبتي وفي تصريح التلفزيون الوطني أكدت وزيرة الدفاع الإثيوبية الجديدة السيدة عيشة محمد مصر على علاقات المتينة التي تربط بين جيبتي وجمهورية الفدرالية الإثيوبية وأشارت في هذا التصريح إلى أن زيارتها لجيبتي تأتي للقاء الرئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر قيل خاصة عقبة توليها عقبة الدفاع في العكومة الإثيوبية وقالت أن علاقات المتينة والروابط التاريخية تربط بين جيبتي وأديس أبابا وأن هناك شعبا واحدا يعيش في البلدين وأوضحت أن هذه المقابلة مع رئيس الجمهورية سمحت بمناقشة سبل تعسيس التنمية الاقتصادية في المنطقة وأكدت وزيرة على أنها تلقت توجيهات والنصائح من رئيس الجمهورية والذي يعرف جيدا أوضاع المنطقة وكانت توجيهات تتعلق بسبب دفع مصيرة التنمية في شبه المنطقة من جانب وزير الدفاع المكلب بالعلاقات مع البرمان سيدة علي حاصن بهدون أدلى بتصريح التلفزيون الوطنية عقب هذا اللقاء شدد فيه على أهمية الكبيرة التي تتأسيها وزيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية الجديدة إلى جيبتي وقال أن هذه السيارة تعد أولى من نوعها لوزيرة الدفاع الإثيوبية سيدة عيشة محمد موسى منذ توليها منصب وزير الدفاع في الحكومة الإثيوبية ولفت الانتباه إلى أن المحادثات سيدة عيشة مع رئيس الجمهورية تركست حول جملة من الموضوعات التي تحضى بالاهتمام المشترك ولا صيامها فيما يتعلق بعلاقات للبلدين وتدورات الأوضاع في المنطقة وقال أيضا أننا سنعمل يدا بيد من أجل تعسيس العلاقات للبلدين الصديقين تراصى رئيس المجلس النواب سيد محمد علي حمد صباح اليوم في مقر البرلمان أعمال مؤتمر رؤساء البرلمان بهدف وضع الجدول الأعمال لمشاريع القوانين المختلفة والتحديد تاريخ الجلسة العامة الغادمة ومثل الحكومة في هذه الجلسة دولة رئيس الوزراء السيد عبدالغادر كامل محمد كما حضر في هذه الجلسة نائب رئيس المجلس النواب ورؤساء الجاند الدائمة وأعضائها وخلال هذه الجلسة تمت مناقشة لمشاريع القانونية المتعددة منها مشروع القانون يتعلق بتنظيم وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري وتم عرضها للجنة تشريع مشروع القانون متعلق لإنشاء المعهد الوطني لإحسائيات في جيبوتي مشروع القانون يتعلق بإسنافط طابعي المؤسسي للحضانات والدور الرعاية مشروع القانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية طمويل المنتجات البترولية المخررة وخيرا مشروع القانون يتعلق بتحديد هوية الشخص أشخاط اعتبارين في جيبوتي اعتفلت القوات الخفر الصواحل الجيبوتية التي تتمثل مهمتها اشراف على مياهنا الإقليمية في مؤمس الأربعاء اعتفلت بمناصبة الدكرة الثامنة لإنشائها في مستهل هذه المناصبة قام رئيس الوزراء سيد عبدالغاد الكامل محمد باستعادة المختلفة في الوحدات مؤسسة الخفر الصواحل التي تعني بدرية أولى بالمحافظة على المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي ومقافحة القرصنة البحرية فضلا عن مقافحة الهجرة غير شرعية وجرائم البحرية بالشكل العام ولدى وصول دولة الرئيس الوزراء إلى موقع الاحتفال رحب الرئيس الوزراء عبدالغاد الكامل محمد من قبل وزير نقلي والمعدات السيد محمد عبدالغادر موسى والعقيد وعيس عمر بقوري وتراثل فعاليات الاحتفال بالذكرى الثامنة دولة الرئيس الوزراء السيد عبدالغادر كامل محمد ورئيس الجمعية الوطنية سيد محمد علي حمد إلى جانب أعضاء الحكومة ورئيس الهيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الوطنية الفريق زكريا شيخ إبراهيم وقائد الخفر الصواحل الوطنية العقيد وعيس عمر بقوري وصف رائع البلدان صديقة وشقيقة وطباد القوات الأجنبية المتمركزة في جيبوتي وكذلك شخصيات مدنية والعسكرية والدينية كما حضر هذه المناصلة كبار شخصيات عسكرية من هذه المؤسسة العسكرية الشاباء التي أنشأت في عام 2011 وقامت عناصر الخفر الصواحل الجيبوتي بتقديم عرض عسكري أمام دولة رئيس الوزراء والوفود المشاركة في هذه المناصبة من جانب ألقى قائد الخفر الصواحل الجيبوتي العقيد وعيس عمر بقوري كلمة تحدث فيها عن أبرس مهام المنوضة برجال الخفر الصواحل وشيدا بدعم اللامحدود الذي يتلقاه من قبل رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قلي وثمن العقيد وعيس عمر بقوري أيضا الدعم المقدم من دول الشقيقة والصديقة التي من شأنه أن يسهم في تعسيس القدرات المهنية لعناسر المؤسسة ويمكنهم في الوقت الذاتي من تأدية المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بشكل مظلوب وأضاف أن مؤسسة خفر صواحل جيبوتي قد اكتبت العديد من الشباب الجمعيين في السنوات الأخيرة بدوره تدرق وزير النقل والمعدات في كلمته إلى أهمية الأنشداء والمهام التي قامت بها مؤسسة خفر صواحل خلال الصنوات الثمانية المنصرمة المسيد نطابع إن من الدواحي البهجة والحبوري أن أشارك في هذه الاحتفالية المكرسة لإحياء الدكرى ثامنة لإنشاء خفر صواحل جيبوتي لقد انقضت ذا ثمانية أعوام فقط تم خلال إنجاز العديد من العنشدة ومهام متعددة لتأمين مياه الإقليمي وأصبحت قوة فاعلة فرضا نفسها على كافة ثواحل البحرية والقيام بما هو ملقى على عاتقها من المسؤوليات تم تنفيذ هذه أنشدة بالتعاون مع هيئات أخرى ذات علاقة بشؤون البحرية في بلادنا والتي أعدت قوة والشدة بسورة اليومية لمكافحة مجمل أنشدة غير مشروعة وجرائم البحرية ما من شأنه ضمان أمن وسلامة مجال البحري الجيبوتي إنه من المهم جدا في هذه المناسبة الإشارة إلى همية تدريبات التي تقام بين الفنية والأخرى لفائدة عناصر خفر الصواحل سواء في الداخل بلاد أو الخارج بدعم من شركائنا الدوليين والذين يقيمون دورات تاهيرية تتصم بجودة وكفاءات الأمر الذي يلبي احتياجات خفر صواحل في هذا المجال واليوم يمكنني القول إن خفر صواحل يتطلع بمهامه الكاملة دبقا لرؤية رئيس الدولة لدمان سلامة البيئة البحرية بجيبوتي وتنقل أشخاصه والبضائع من جانمي أثنى الرئيس الوزراء سيد عبدالقادر كامل محمد على إنجازات التي حققتها هذه المؤسسة في مختلف المجالات منذ إنشائها مشددا على دول التي تطلع به لتأمين المياه الإقليمية وتسدي للسيد غير الشرعين والجرائم البحرية الأخرى التي تؤثر دون أدنى شك على صلامة والاستقرار البلاد ومصيرة التنمية الاقتصادية المنشودة المسيطين الطابع أيضا يسرني أن أتواجد هنا بينكم مجددا بمناسبة الاحتفال بدكر ثامنة لإنشاء خفر السواحل هذه المؤسسة التي تعكس رغبة الرئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرقلي بمنح ثقة لقوى المدنية فيما يتعلق بتولي عمليات المراقبة وحماية لازمة لسواحلنا وبفعل فإن هذه المؤسسة تمكنت في فترة وجيزة من تنفيذ المهام منطبها على أكمل وجه وهي اليوم تكون قد دخلت في مرحلة تجعلها قادرة على قيام بفعالية بمسؤوليات الملقات على عاتقها وفق ما تطهر حصيلة أنشدة المنجزة السيد القائد خفر سواحل وكما أشرتم فقد تم وضع تحت تصرفكم معدات ومواد مهمة وبني تحتية المتطورة بإضافة إلى رأس المال البشر وذلك بغية زيادة قدراتكم عملياتية أمر الذي يمكنكم من تنبيه ما نتطلع إليه الحكومة ومنذ تصلمكم قيادة المؤسسة أوليتم اهتماما بلقا فيما يتعلق بالتدريب وتكوين منتصمي المدرسة وإنني أنتيز هذه الفرصة لأشجعكم على مذي قدمة في هذا الدرب كما أنتيز هذه سانحة لتقديم جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى ممثلي مجملي البلدان الصديقة التي تقدم دعما متواصلا لخفر سواحل لتعزيز مستوات دخولاته فيما يخص بحد من أنشدة غير مشروعة كالصيد الجائر وهجرة غير شرعية وتهريب والذي يؤثر على اقتصاد الوطني وبعد سلسلة من الكلمات قام رئيس الوزراء سيد عبدالغادر كامل محمد ووزير النقل والمعدات وعدد من أعضاء الحكومة بتقليد رطب والميداليات للطباد من عناصر خفر سواحل الجيبوتية الذين أظهرون جاسا استثنائيا لبعثات التي كرست لهم وأيضا اثنان من الأضباء المتخصين بالدب العام من القوات الخفر سواحل الجيبوتية والطبيب المتخصص في شؤون البحرية كما قدم العقيدة وعيس عمر بقوري هدايا إلى رئيس الوزراء ووزير المعدات والنقل ووزير الميزانية لمشاركة في هذا الحفل المكرس بالذكرة الثامنة من تأسيس القفر سواحل الجيبوتية وعقب ذلك تابع دولة رئيس الوزراء سيد عبدالغادر كامل محمد ووزير النقل والمعدات ووزير الميزانية ومسؤولون المشاركون في هذه المناصبة وضيوف الآخرون فعالية لعرض فنون والمهارات الدفاعية من قبل أناثر خفر سواحل الجيبوتية هذا ومن أهدي الفرق التي قامت بالعرض هذه المهارات وحدة كوموندوس لمكافحة الإرهاب ومناورة بحرية لوحدة كوموندوس لمكافحة القرصنة البحرية هذا وطم هذه المناورات البحرية من قبل عناصر خفر سواحل الجيبوتية لوحدات كوموندوس لمكافحة القرصنة البحرية من الأنباء الوطنية إلى أنباء الدولية ملدى تسمح بالدخول 49 مهاجراً كانوا عالقين في البحر المتوسط وصل 49 مهاجراً كانوا عالقين منذ أكثر من أسبوعين على متن صفينتين إنسانيتين ألمانيتين إلى ملدى بعد اتفاق على توزيعهم بين ثمانية دول أوروبية أخرى وعبر 32 مهاجراً عالقون في صفينة منظمة سي ووتش غير الحكومية الألمانية منذ إنغاذهم في 22 ديسمبر 2018 عن بالق فرحتهم لذا سماعهم أنباء وأنه بات بإمكانهم النزول إلى اليابس بحسب شريط الفيديو بسطه المنظمة وساعدوا جميعاً بعد ظهر الأربعاء إلى زورق بحري في الملدى التي نقلتهم إلى فيلتا وذلك بعد السبعة عشر مهاجراً آخرون عالقون منذ 29 ديسمبر في صفينة المنظمة السي أي وسمح لصفينتين غبل أسبوع باحتماء من سوى الأحوال الجوية في مياه الملدى لاتين الاتفاق على الإنزال للمهاجرين طلبوا وقتاً لأن المرضى اشتردت أن يشمل 249 مهاجراً آخرين أنغذتهم في استقبالهم في أيام القادمة بهذا النبع الدولي نأتي إلى غتام هذه النشرة والصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة